استضافت دائرة الإعلامة بقوات الدعم السري اجتماع مبادرة إحياء العمل الثقافي مع كبار المبدعين بحضور الشاعرين التجاني حاج موسى ومختار ضفع الله رأس الاجتماع مدير دائرة الإذاعة والتلفزيون بقوات الدعم السري الرائد الدكتور نجم الدين عبدالله إسماعيل وأكد نجم الدين تبنيه مبادرة إحياء العمل الثقافي وتكريم المبدعين مشيرا إلى أن قوات الدعم السري تعمل على دعم البرامج المجتمعية والثقافية بالبلاد وضح دكتور نجم الدين أن العام القادم سيشهد انطلاقة عمل ثقافي كبير تقوم به دائرة الإعلام بمشاركة الشعراء والأدباء والمثقفين من كل ملايات البلاد نحن نرسخ لعمل ثقافي مجتمع إن شاء الله في الأيام القادمة وقوات الدعم السريعي يمكن عمله ليست ينحصر على الدور القتالي والحربي والأمن فقط وإنما لديها عدد من الأدوار المجتمعية والثقافية من منطلق مسؤولياتنا لاتجاه المجتمع نحن إن شاء الله في القريب العاجل بإذن الله في المطلع العام 2022 سيشهد عمل ثقافي كبير جدا برعاية غوات الدعم السريع ويمكن مع قادة العمل الثقافي والفكر طالما وجدنا ترحاب بالعمل الثقافي في هذه المؤسسة فنحن شركاء مع إدارة هذه المؤسسة ودائما أنا قاعد أقول القصور في المؤسسات المعنية بالثقافة هو اللي حمسنا إنه نجي إلى هذه المؤسسة والتي قالت لنا بالفم المليان نحن رهن إشارة الثقافة